اشتركوا في القناة شهداء والجرحة لكن نستطيع ان نلزم انهم بالعشرات هناك اكثر من خمسة شهداء في كفرنبل وحدها وعشرات الجرحة هناك شهداء في بلدتي حاس وكفررومة هناك شهداء في معرة النعمة الطيران الحرب الان ما زال يحلق في الاجواء لا ادري ان كانت الكاميرا تستطيع التقاط الطيران الحرب لا يكفى ابدا عن التحليق ربما يحاول ان يعود ايام هذا هو اول ايام التي كانت هي صح بعد عدة ايام غيوم ومطر يحاول الان الطيران الحربية استكلب بالتعويض العمليات فتح الشوارع ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة من قبل عناصر الدفاع المدني خلفي تماما حافلة كانت تنقل بعض المواطنين السوريين تم استهدافها ايضا بغارة جوية مما ادى لا استشهاد وجرح من كانوا بداخلها وتهدم او تعطل الحافلة بشكل كامل نتيجة القصف اذا الدمار في كل مكان لا يميز بين منزل مدني وحافلة تسير في الشوارع بين فرن وبنك دم الطيران ما زال يحلق حتى هذه اللحظة وينفذ عدة غارات جوية قام الطيران المجرم بقصف وسط المدينة بالغارة الاولى وفريق الدفاع المدينة بيشتغل في الغارة الاولى قام بقصف منطقة تانية من وسط الدعم القسم الشمالي كمان محل خضرة ادى لسقوط عدد كبير من الجرح والشهداء وفريق الدفاع المدينة واسعافية بتنقل الشهداء والجرح على المشافي تم استهداف مشفى اوريان بصواريخ فراغية ايضا ما فيه احصائية اولية لعددة الشهداء والجرحة؟ احصائية اولية ما فيه فيه شهداء شلنا شهداء وجار حكير تعبت المشافي والجوامي انا تكل عافية رب